اشتركوا في القناة انت من اهل الدنيا وتأكل وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق كانوا يتزوجون وكانوا يعاشرون وكانوا يباشرون وكانوا بين الناس وكانت اخلاقهم حسنة اخذهم عطاؤهم حربهم سلمهم وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير قاتلوا مع الانبياء والانبياء قاتلوا ايضا الانسان يجب عليه اذا اراد ان يكون حاملا لرسالة الله وداعيا الى الله ان يرتبط اولا بالله يا ايها الرجل المعلم وغيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء وانت اولى بالدواء وتطيب المرضى وانت السقيم هذا ما يصير طبيب يذاو الناس وهو عليله هذا ما يصير وفي الحقيقة انا باعتقادي ان انحرافنا عن الله هو الذي سبب تفريط الاجانب علينا وفي اي يوم اتصلنا بالله وارتبطنا بالله من جديد وسمعنا كلام الله في قلوبنا وفي اعمالنا ذاك اليوم الله يرجع الينا اللهم ان قلوب المخبتين اليك والها وسبل الراغبين اليك شارعة واعلام القاصدين اليك واضحة وافدة العارفين منك فازعة واصوات الداعين اليك صائدة وابواب الاجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من اناب اليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرثومة ان ترحم هذه العبرة يا راحن العبرات